بلغت الأسترالية أشلي بارتي المصنفة أولى عالمياً أولى نهاء لها في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس أولى البطولات الأربع الكبرى بفوز على الأمريكية مادسون كيز بسهولة بستة واحد وستة ثلاثة واحتاجت اللاعب إلى 62 دقيقة حيث ستلاقي الأمريكية دانيال كولنز وتأمل بارتي المتوجة في رولاند كاروس 2019 وومبلدون 2021 في أن تصبح أول أسترالية تتوج على أرضها بدورها بلغت الأمريكية دانيال كولنز المصنفة 30 عالمياً أولى نهاء لها أيضاً في البطولات الأربع الكبرى بعد تأهلها إلى نهاية أستراليا المفتوحة على حساب البولنزية إيجا شيفونتيك التاسع عالمياً بستة أربعة وستة واحد